في مطلع مانس الماضي ضرب طياران التحالف اهدافا عسكرية في ضواحي مدينة المكلة عاصمة حضر موت كان هذا الحدث الابرز خلال عام منذ سقوط المدينة بيد تنظيم القاعدة فقد غارت قوات التحالف على مخازن اسلحة ومعسكر تدريب تابع للتنظيم خلال شهر اصبحت مقار ومراكز التنظيم اهدافا لقوات التحالف وطائرات الدروز الامريكية شلت حركة التنظيم وخسر الكثير من قدراته العسكرية لكنه لا يزال يفرض سيطرته على المدينة يخشى المدنيون تبعات استهداف الطيران لمراكز التنظيم من ان تطال المدن والاحياء السكنية او تتحول مدنهم المسالمة الى ميادين حرب بين القاعدة والعالم في حال دخول جيوش برية المكلة ومديريات الشريط الساحلي التي سقطت في ابريل الماضي اي قبل عام من الان باقل من نصف نهار سقطت المدينة وفرضت تنظيم عليها بما وصف بصفقة استلام وتسليم بين التنظيم والقيادات العسكرية تعطلت مؤسسات الدولة وحضرت بالمقابل سلطة تنظيم القاعدة الذي اصبح يدير الهيئات القانونية والقضائية ولكن وفق قوانين وتشريعات خاصة به عبر مجلس اهلي شكله لادارة شؤون المنطقة الواقعة تحت سيطرته فمنعت حفلات الاسمار والاغاني التي اشتهرت بها حضر موت الغناء ودانها المشهور واصبحت العقوبات لمخالفي قوانين التنظيم كالجلد والرجم والاعدام تنفذ في الساحات والميادين العامة بالاضافة لعمليات تستهدف قيادات امنية وعسكرية في حضر موت الوادي التي لا تزال تخضع لسلطة الدولة الاستهداف الجوي لمفاصل التنظيم ومحاولة تدمير اسلحة التي استولى عليها من معسكرات الجيش في ساحل حضر موت يراه متابعون خطوة اولى تمهد لمعركة برية الا ان اطرافا اخرى ترى ان معركة الارض مع تنظيم القاعدة لا تزال معركة مؤجلة فلا تزال محافظات شمال البلاد خاضعة لميليشيا متطرفة هي الاخرى تدير حربا مفتوحة مع اليمنيين لا يشترك تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في انقلابهما على الدولة ونهبهما مقدرات الجيش وسيطرتهما على مواردهما فحسب بل وبتوحد القوى الدولية في مكافحتهما كقوى متطرفة لا تفرق عن بعضهما البعض موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة